الشاي معروف ان الشاي بتاعنا يعتبر الشاي معتاد من اكثر المواد القابضة في العشاب الاحتوائي على التنينة التنينز كمان بالشاي مواد تتحد مع طبقة الطبقة اللي هي الرويتر دي في الاغشية المخاطية والملتهب ما يؤدي الى زيادة يعني سنكها وبالتالي يبطئ من عملية امتصاص السموم ويحد من الافرازات يعني معروف التنينات دي طبقة بس فيه نقطة امامة جدا لحظوا ان التنينات دي بتأتي من الشاي ان احنا بنحط عليه مياه بتغليه في ناس بتغليه هو ده الغالي هو الغلط اي حاجة نشربها لا تغلى مفيش حاجة نشربها تغلى يعني معناه الشاي المغلق غلط لدرجة ان يبرا في الخارق قرنه بين الشاي على درجة 100 درجة موية والشاي على درجة 90 درجة موية والشاي اللي بدون فتلة عظي بدون ورق والشاي اللي بيه يعني ورق اللي احنا الباكت اللي احنا بنحط فيه لا بيضة لان دي كل دي وجدوا ان لها تأثيرات